تعددت الأسباب والموت واحد طفل فارق الحياة بمنزله العائلية عن عمر نهز ثلاثة سنوات ونصف وفاة لم تكن طبيعية بحي الدالية بتاجنانت فالضرب المبرح تسبب في وفاته أنا بسيارة حتى قلت بابها عيطلي قال لي بني طاح من السريع هزيته مع بابه هو يعني جثة هامدة يعني كهزيته في السيارة يعني باتجاه المستشفى حتى حطيته الدكتورة في السرير وطفل ملقى يعني باين باللي ميت من ثم جات حفحصاته وطبيبه طفل له مشوار انتعه مكسر رجله بوقع زرقاء منتاشره جميع الجسم انتعه وش كين وش هو دافع دافع الحقيقي دافع الحقيقي العائلة هذي كامل رهي تعيش حالة اجتماعية مزرية العائلة تعيش ظروف اجتماعية قاهرة فالوالدة في مستشفى الامراض العقلية والاب المتهم الاول في القضية تم احتجازه وتبقى البراءة هي التي تدفع الثمن ام في مستشفى الامراض العقلية اب في السجن والابن الى القبر ليكون بإذن الله طيرا من طيور الجنة